أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن ضبط محطة تعبئة مياه معدنية مخالفة وغير مرخصة وبداخلها 3000 زجاجة مياه غير مطابقة للمواصفات ومعدة للبيع للمواطنين كما أعلنت الهيئة ضبط 25 طن من الدقيق وطنين من الأسماك المملحة و579 ألف علبة سجائر ونحو طن ونصف الطن من المواد الغذائية المتنوعة إضافة إلى نحو 11500 قطعة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد وضبط الأسواق وحماية المواطنين من الغش التجاري